موسيقى لفت منتخب الشباب الأنظار بقوة في بطولة كأس العرب تحت عشرين عاما التي يقيمت بمملكة العربية السعودية مؤخرة بفضل أدائه المبهر الرائع ورغم فقدان اللقب وحصده المركز الثاني أمام صاحب الأرض والضيافة لكن أحفاظ الفراعين نالوا إشادة خاصة من كل اللجان الفنية للبطولة وخبراء اللعبة محليا وعربية قدم منتخب مصر للشباب بطولة رائعة بدأها بالفوز على عمان بهدف والصومال بهدفين في دور المجموعات ثم على المغرب أحد أقوى فرق قارة إفريقيا 2-1 في دور الثمانية وأقصى نظيره الجزائري في نصف نهائي البطولة بالفوز 3-1 قبل أن يخسر اللقب أمام الأخضر السعودي بضربات المعاناة من نقطة الجزاء بعد أن تعادل في الوقت الأصلي واحد واحد برهن منتخب الشباب على أننا أمام فريق قوي يضم مواهب مميزة ورائعة إن بينها من هو محترف مثل صلاح باشا في أقوى دوريات العالم بجانب من يلعبون محلية مثل أحمد نادر حواش ورأفة خليل وعمر فايد وعبد الرحمن رشدان وعلى رأسهم جهاز فني وطني بقيادة محمود جابر ومعه كرم مرسي ومدرب حراس المرمى إيهاب جلال يستعد منتخب الشباب للمشاركة في تصفيات بطولة أمم إفريقيا للشباب والتصفيات الموهلة لكأس العالم أيضا إيهاب جلال معنا اليوم في الأشبال بقناة الأهل أهلا بحضراتكم من جديد ضيف النهاردة واحد من أشطر مدربين حراس المرمى الموجودين في مصر بالشهادات ما شاء الله واخد أعلى الشهادات الموجودة سواء هنا في مصر ومتحد الأفريقي أو كمان الشهادات التدريبية والرخص التدريبية من ألمانيا أعلى الشهادات والرخص وكشغل ما شاء الله اشتغل في قطاعات الناشئين فترة كبيرة عنده خبرات كبيرة اشتغل في الدور الممتاز اشتغل في منتخبات مصر فماشاء الله عنده باع كبير جدا برحب بضيف النهاردة كابتن إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخب مصر الشباب من قرنا كابتن إيهاب شكرا كابتن سامة ومشكرين جدا على المقدمة الجميلة دي وأشكرك على الكلام الجميل اللي انت قلته وأنا طبعا مبسوط أنا معاك طبعا ربنا خليك يا كابتن إيهاب لو نقول لك كارد لك ولا مبروك لأداء السابق ماشاء الله منتخب مصر الشباب ومطولة كاس العرب أداء أكثر من رائع المصرين كلهم يعني اتفرجوا على منتخب مصر الشباب الروح لداء العزيمة وانت خسران بترجع وبتكسب ماشاء الله في عندنا منتخب مبشر الحمد لله طبعا زي ما الناس كلها عرفت والناس كلها شافت يعني عملنا بطولة كويسة جدا عندنا لعيبة كويسة قوي من جميع الحال مصر يعني الأندية الكبيرة في مصر طبعا مش عايز أقول هارد لك يعني احنا طبعا خسرنا بضربات الجزاء مباراكة تماشية واحنا كسبنا كل المباريات وخسرنا بس هي ضربات الجزاء حتى المباراة النهائية متعدلين فيها في الوقت الأصل بتاعها فطبعا نقطة الجزاء دي طبعا بتبقى توفي وعدم توفي طبعا فالحمد لله أنا اللعيبة كلها ما أثرتش كله أدى بشكل كبير احنا كنا في مدينة أبهى كان فيه مرتفع شوية عن سطح البحر كان النفس شوية بس رغم كده احنا شوفنا منتخب السعودية هو اللي كان يعني جالوا كرامبات كتير واحنا اللي كان مننا احنا كنا وقفين على رجلنا كويس جدا انا شاف ان ما فيش حد أثر من الجهاز ولا اللعيبة ولا ولا بالجهاز الطبي يعني كل شيء كان بصراحة في البطولة رائع جدا بنشكر طبعا المملكة العربية السعودية بنشكر الجمهور المصري اللي سندنا بنشكر تلعبوا في مصر وقت والله بنلعب أكتر من مصر يعني احنا شوفنا احنا نعيبنا البطولة العربية في مصر ما كانش فيه حد موجود لنا انما الجالية المصرية في السعودية نحن بنشكرها جدا وقفوا جنبينا حتى كل مباراة كان يجونا تحت الفندق وفرحانين جدا حتى المباراة النهائية مع منتخب السعودية كابتن وسامة ما فيش حد كان زعلان كله قدى يعني ده بصراحة ده فعلا الجمهور الواعي اللي بيفهم ان اللعيبة مؤثرتش فعشان كده بشجعينهم يعني ناسا العيبة صغيرة ولعيبة صغيرة جدا حتى بعد المباراة واحنا كلنا جايين زعلانين يعني حصلنا بدربات الجزاء جمهور كله جي عندنا في القتيل وبيرحب بينا ويعني مبسوط جدا ان احنا وصلنا للمباراة النهائية وخدنا مركز تاني طبعا انا مش عايز اقول ان احنا اخسرنا احنا اخسرنا بدربات الجزاء انما المباراة احنا اكسبنا كل المباراة معادة المباراة النهائية ان احنا اتعادلنا فيها واخسرنا بدربات الجزاء وده حظ وده توفيق من عند ربنا الحمد لله شبارات مهمة جدا في المباراة اللي عدتوا امام منتخب عمان عمان صومال كونس مغرب جزاير سعودية يعني انت بتكلم على اعداد قوي جدا جدا انت البطولة اللي كانت في مصر ما كانش الاداء المنتظر بس البطولة اللي كانت في السعودية ما شاء الله الاستعداد فرق معاكو قبل البطولة الاستعداد والفترة الطويلة اللي كانوا معانا فيها الولاد يعني احنا اخذنا الولاد من فترة طويلة عملنا يعني انت دوري وقف انتهى من بدري من بدري فجمعتوا لعبة فترة كبيرة من اول من شهر 25-25 تقريبا او 21-5 لغاية البطولة اللي هي يوم 21-8 لغاية سوري من 21-7 لغاية 6-8 او 7-8 المباراة النهائية اللي عال حافظوا كويس اللي اولاد حافظوا تحفظ الخطة اللي انت هتلعب بيها التكتك اللي انت هتلعب بيه يعني شيء رائع يعني احنا يعني هتكلم برضو عن الولاد وعن حراس المرمى فاحنا عملنا استعادات كويس جدا الولاد بصراحة كان عندهم شغف وعندهم انه يلعبوا بطولة ويعملوا اسم النفسهم ده شيء رائع جدا وشيء جميل وده اللي احنا شفناه من خلال البطولة ومن خلال المباراة ومن خلال المباراة الودي احنا لعبنا مباراة مع الاسماعيدي الفريق الاول تعادلنا معها 0-0 لعبنا مع الجيش كان الاعداد للبطولة الاعداد للبطولة لعبنا طلاعي الجيش الفريق الاول طبعا تعادلنا واحد واحد يعني الولاد كانوا بصراحة عندهم شغف وعندهم انهم يعملوا حاجة نفسهم والاسمهم والبلدهم فده كان الشيء رائع وبصراحة محدش اصل من اي حاجة كانوا عارفين ومتابعين على سوشال ميديا اشهادات الناس ومتابعة الجمهور المصر هنا في مصر بالمباريات وبدأت الجماهير تعرف اسماعي اللعبة في الانجرية من بعد المباراة الاولانية بعد مباراة عمان بعد مباراة عمان لان مباراة عمان كان الاهل والزمالك كاس كان مباراة الاهل والزمالك فكانش الناس لسه دخلت في البطولة من بعد مباراة عمان كابتن اسامة ابتدى الناس كلها تتكلم ابتدى الناس كلها تشوف ابتدت الناس كلها تاخد بالها لان حوالي كان حوالي 26 قناة زي على المباراة يعني 26 قناة على مستوى البطولة العربية كلها فانا شايف ان الناس حتى اللعبة بقيت تاخد بالها. أهاليهم بقيت يكلموهم. شوفنا الدكتور أشرف صبحي. أما جي بقيتكلم معنا. فيتوريا مدرب المتخب الأول. كان طبعا معنا. بيتصل بنا على طول. فأنا شايف أن الاهتمام كان زايد كبير. كان زايد جدا. وكان الاهتمام رائع جدا من الدولة ومن الصحافة. فيتوريا كان متابع كابتن محمود جابر وجهاز الفني. اشتغلوا على النقطة دي بشكل جاب حلم. إنما قلت للعيبة النهاردة. المدير الفني للمنتخب الأول متابع اللعبة. فالنهاردة كان حافز ليهم. حافز وكان بيتكلم على طول معنا فيديو كول. على طول. كل يوم. كان تواصل. كان تواصل. والدكتور أشرف صبحي وزيرة الرياضة كان متواصل معنا جدا. وهي حين المباراة نهائية برضو كان فيديو كول بيتكلم مع اللعبة وبتكلم معنا كلنا. ده كان أنا شايف كان اهتمام رائع جدا. واللي أولاد استغلوا الاهتمام ده بمباراة كويسة عملوها. أسعب مباركة في البطول العين. كنتم كده أنتو نزلين اللعبة والجهاز الأنين من المباراة. المغرب وجزائر. بعد ما صعدتوا من عمان وصمال خلاص بقى الأدوار الإقصائية زنبول. لأن غدتها خبتن أسامة أنت بتطلع أول المجموعة. هتلعب أول مجموعة. يعني أول مرة نشوفها يعني. كان تبقى أول مجموعة بتلعب تاني مجموعة تاني تاني المجموعة. إحنا لعبنا أول مجموعة. والجزار كانت أول مجموعة. فإحنا مباراتين صعبين جدا. وانتعرف طبعا اللعبة مع شمال أفريقيا بيبقى عاملة إزاي بين مصر وشمال أفريقيا بيبقى عاملة إزاي يعني. بس ليه لأنه أنا كنت متطمن من حاجة أكثر من الصومال مثلا. يعني لو كنت تلعب مع المغرب أنا كنت متطمن. لأن دي لعبة كويسة. كنت أكلم مع الأولاد والحراس إنها كنت هتلاقي فرقة لعبة كويسة. مش يعني مش هلهلية أو عندها خبرات. وبتلعب كويس. هتلاقي نفسها كنت بالتبعية بتلعب كويس. فأنا كنت متطمن بس هي مبارات طبعا المغرب وبتلعب الجزائر. الجزائر دي من أحسن فرقة شفتها بتلعب في شمال أفريقيا بصراحة يعني. مبارات المغرب منتخب مصر كان خسران واحد وقدر يرجع. صحيح. صحيح. الضغط النفسي والتخسران ده منتخب المغرب منتخب قوي وترجع برضو ده. يعني فيه شغل جهاز فن. الشغل كبير وشغل كتير جدا. واللعيبة بصراحة قدت وعملت مبارات كويسة مبارات كويسة جدا ضد المغرب. لأن فرقة المغرب فرقة لعيبة كلها كويسة. ولعيبة كلها محترفة. ولعيبة كلها عارفة بتعمل إيه في الملعب. فأنت أما بتلعب مع المغرب وترجع يعني معناها أنك تفريق كويس. يعني تفريق قوي. فريق محترم. فريق اعتمد عليك. فأنت أنك ترجع للمبارات المغرب. ده شيء رائع. وأنا شايف أن هاي اللعيبة قدت والجهاز الفني طبعا عمل الشغل اللي عليها. إحنا عندنا اتنين محترفين بس في المتخب. صح كده؟ معنا أحمد نادر. أحمد نادر. السيد. الحرس المرمى طبعا وعندنا صلاح باشي. صلاح باشي. بلعفو جنيسي. إيطالي. صحيح. قدام ممكن نشوف محترفين أكتر. يعني بعد ما شاء الله الفرقة سماعت. بعد كاس الأمم اللي جاية كمان موجودة في مصر. صح؟ صحيح. يعني دي فرصة للولاد دول. فرصة للولاد ولازم يثبتوا نفسيهم. بس أهم حاجة تثبت نفسك. إنك أنت يعني تدي حق مصر وحق المنتخب عليك. إنك أنت لازم تأدي كواس عشان الفرصة اللي بعدها إنك تحترف برا لو أنت عاوز تحترف برا. ده مهم جدا. إحنا عندنا في أحمد أحمد دادر حواش. أنا سمعتوا أنه جاله معايشة في هامبورغ. وده شيء رائع وشيء جميل. بطائم بطبعا تفهموا الموضوع. وأعتقد أنه ممكن ولد يروح. نشوف إيه اللي سيحصل الآيام الجاية. إنما أنا شايف فيه لعيب كذا العيب من الفريق عندنا يقدر يرعب برا. لأن المستوى ده في البرا إحنا عاليين شوية فيه. يعني ناس كويسة فيه. فإن شاء الله نشوف أكتر من واحد يرعب في أوروبا يعني. عايز أستألك بقى عن حراسة مرمى وانتخب مصر. أحمد ندر السيد واحد برضو من الأجاد وفي البطولة وأحسن حارس في البطولة. عندنا أيضا مصطفى مخلوف مصطفى مخلوف. مصطفى مخلوف. صحيح. عندنا مين تاني؟ أدهم سيحة برضو موجود. أدهم سيحة من الحراس المميزين. طبعا. أسألك عن حراسة المرمى ولكن بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن نهاب كنا نتكلم قبل الفصل عن حراسة المرمى. حراسة المرمى في انتخب مصر. كان لها دول مهمة جدا في بطولة كاس العرب السابق. الحمد لله طبعا فيه تطور كبير جدا حصل لحراسة المرمى. طبعا أنت عارف يا كابتن أسامة السن ده حرق جدا. يعني من 17 لغاية 19-20. لسه الولد بيتكون. اللعيب بيتكون. ما عنده السبات في المستوى. لأن التغيرات الفيسيولوجية للسن ده كتير جدا. وتغيرات كل يوم. يعني كنت تسعات من حوالي سنتين أو سنة ونص. أنا بمرنا اللجوان أو الحراس. ألاقي فيه النهار ده مثلا كواس بكرة وحش. بعده عادي. يعني بعده كويس. فيه تغيرات كل يوم. فيه تغيرات كتير جدا. وأنا كلام ده أنا ما بحبهش كمديرا بحراس مرمى. لأن أنا بقى لي حوالي 13 سنة بدارها في الدولة الممتاز. أنا بقى أثبت مستوى. أنا أحب سبات المستوى في كل حالة. فالأولاد أنا كنت أعرف لأن دارس الموضوع ده كويس جدا. العمل النفسي لللاعب. فطبعا أنا كنت بقول أن التغيرات دي دي مش مقلقة قوي. يعني مقلقة في الوقت اللي إحنا فيه. إنما بعد كده. يعني الحمد لله دلوقتي عندهم 19 سنة. 19-20. هتلاقي الموضوع سبت شوية. فالحمد لله اللي أنا اشتغلت عليه مع الحراس اللي كانوا معي في البطولة العربية اللي هو أحمد نادر. وكريم نبيل. كريم أحمد نبيل. ومحمد عادل أمين بترجيت. بصراحة ثلاثة هؤمن اللي سافروا معي. دول كانوا كويسين جدا. القوام بتاع منتخب مصر في حراس المرمى. أنا حوالي عندي حوالي من 10 إلى 12 حرس مرمى. عينت دايما عليهم. وده اللي أنا بشوفهم. واللي كويس بيتاخد. واللي مش كويس برجعش. دايما روح منافسة. عندي. صحيح. عندي أحمد نادر. عندي كريم. عندي خليفة. عندي مصطفى مخلوف. عندي سيمو. عندي سيحة. عندي كل الناس دي موجودة معايا. واللي بيغيب. بس أنا عايزة أديهم بس يعني حاجة كده ليهم. أنه لازم يشتغل كتير. موجود في المنتخب أو موجود في المنتخب. لأن اللعبة دي كلها بتلعب في أندها كبيرة. أهل زمالك. بترجيت. بيتابع دايما الدوريات. طبعا بالروح. طبعا بالروح. فلازم أنا عايزة أقول بس. اللي بيش موجود معايا في المنتخب. لازم يشد حلو ويبقى كويس. عشان يخش. والله أنا ما عندي مشكلة مع أي حد. اللي كويس بقى. يعني عندي الاتنين اللي راحوا معايا مع أحمد نادر. واحد من فارقو كريم. وواحد من بيتروجيت. يعني من الدرجة الثانية. بس ماشيين كويس. أنا نفسي. داب المنتخب مفتوح للجمع. والله ما دام. لسه موصلناش في بطولة أفريقيا. والحاجات الرسمية. كله ليه فرصة أن يخش. أنت البطولة أمام أفريقيا. هتكون في شهر اتنين القادم. في شهر اتنين. من شهر اتنين في القاهرة. هتكون موجودة في مصر. في مصر هنا. فرصة للمنتخب أنه. يعني بطولة في مصر. وص على ملعابك وص على جمهورك. النهاردة أربع الفرق. هتروح كسعالة. هتروح كسعالة من البطولة. بالزبط. أربعة من اللي هيصفه. هيروحوا كسعالة. أول وثاني ورابح. فلازم كل واحد. أنا بقول بس. يعني. باتكلم مع الحراس. اللي أنا بيبقى عيني عليهم. أنهم يشد حيلهم. يشدوا حيلهم كويس. ولازم يهتم بنفسه. يبيشتغل في نادي. يشتغل كويس جدا. يجي المنتخب يشتغل كويس جدا. يعني فيه كان معي حراس. كانوا أساسين. بيبقواش معي خالص. لأنهم مش مركزين. مش ما بيتمرونوش كويس. والكلام ده معي أنا كأهب جلال ما بينفعش. لازم تشتغل كويس. لأن أنا بتكلم مع مدربين حراس المرمى بتوع الأندية. يعني فيه تواصل كويس. طبعا. المدرب اللي يقول لي مثلا. ده ما بيشتغلش كويس. أو ده بيشتغل كويس. بس تبعده. لأنه عندي ثقة في المدرب ده. مهم هو التواصل ده. طبعا. مهم جدا. وأنا برضو عيني بشوف الحراس. لو الواحد اللي هو بيه هيكسل. ما لهوش دور معايا. تمام. وأنا كل الناس دي عاية معايا مصطفى. معايا من اللادي الأهل مصطفى مخلوف. شد حيله كويس جدا. وعلى فكرة أنا اللي واخده من نادي الترسانة. من الأول خالص. ما خانش حد لسه يعرفه. وأنا مقتنع بيه جدا. في شد حيله. أدهم سيحة. أنا اللي واخده من دجلة. برضو ما خانش لسه حد يعرفه. فلازم الناس دي تشد حيلها. في سيمو بيلعف فيوتشر. يعني فيه لعيبة كتير جدا. حراس مرمة كتير. لازم يشد حيله ويخشوا مع الناس دي. لأن ديك شفت زي ما حدتك قلت. أحمد نادر خاد أحسن حرس مرحبا في البطولة. لازم اللي معاه يكونوا زيه. لأننا ما عنديش رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة. كلهم واحد. واللي هشد حيله هو اللي هيلها. فالحمد لله عندي قاعدة كبيرة. النجوم البطولة رأفة خليل. رأفة خليل ما شاء الله. ما شاء الله. أخذ رجل مباراف مرتين. مرتين في البطولة. أدى بطولة رائعة. رائعة جدا. بالرغم حاجة تانية. يعني ممكن الناس ما تعرفهاش. ده مش مكانه. اللي لعيبه كبيرة محمود جابر. هو ممكن بيلعب في الحتة لقدام في النادي الأهلي. بالضبط. تحت المهاجم. لكن توظيف في المكان ده ويجيد فيه. وكبيرة محمود جابر يكتشف المكان ده. دي إضافة لرافة خليل. طبعا. وهو لعيب عنده. عايز أقول. هو زي جوكر كده. بس. ولد بيفهم. اللي بتقوله عليه حاجة بيعملها. بصراحة يعني. أدى بطولة رائعة جدا. رأفة خليل. أنا أحبه. بتكلم معه على طوله. كلهم كل اللي أحبهم جدا. لأنهم أولاد كويسين جدا. مفترمين جدا. لعيبة كويسة جدا. عايزين فرصة يبقوا كويسين بيأخدوها إن شاء الله. وإن شاء الله هايبقوا كويسين. رأفة خليل. أنا شايف أنه ليه فرصة كبيرة جدا. النادي الأهلي في الدرجة الأولى إن شاء الله. وأنا عارف أنه هو موجود بكرة في مباراة إستر كامباني. ولد كويس جدا. خد مرتين أحسن لعب في المباراة. طبعا. لو استمر كده. يبقى ليه شأن كبير جدا في النادي الأهلي. بصراحة يعني. إن شاء الله. سعداء بالفرص اللي بيديها دلوقتي النادي الأهلي وريكاردو سوارش. للعب الصغيرين. وخاصة بقى 2003 عشان ده منتخب 2003. لما شوفنا ميدو نبيل بيشارك في ماتشين أو ثلاثة. شوفنا محمد حمدي ميسي. صحيح. موجود في المباراة الإنحاد. شرقية موجود. ولا شرقية موجود دلوقتي في تدريبات الفريق الأولى بالنادي الأهلي على طول. صحيح. سعداء وأنتم كجهاز فني وشايفين اللعب موجودة دلوقتي. مهم جداً يا كابتن أسامة أننا دلوقتي هنتواصل مع الأندية أن اللعبة دي تأخد فرصة في الدرجة الأولى. لأن دي هتبقى تنعكس علينا على المنتخب. لأن لما تلعب مع واحد بيلعب مع الدرجة الأولى فيه قوة عنده فيه سرعة فيه أكشن بيبقى أسرع. كل ده خبرات أكبر. كل ده هينعكس علينا كمنتخب. وده ينعكس على مصر. فإحنا إن شاء الله هنتواصل مع الأندية أن هم اللعبة دي كلها تلعب درجة أولى. يحاول إن يحاول إن هم اللعبوا درجة أولى طبعاً ما بنفردش على حد حاجة. إنما طبعاً إنما هو لو يستحق إن يلعب درجة أولى يلعب درجة أولى. وأنا شايف في النادي الأهلي للكابتن الخطيب. القرار اللي خدوا إن اللعبة تلعب اللي هم الأولاد الصغرين يكملوا الدوري شيء رائع. شيء رائع. إنت أخدت فرصة كده وأنا أخدت فرصة كده. كلنا أخدنا فرصة كده لما إن شئين يلعبوا مع الدرجة الأولى. وده شيء رائع أن أنا شايف إن قرار صائب جداً 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 من الكابتن الخطيب. خاصة اللعبة الكبار. أنت بتتكلم في ثلاث سنين. لازم نريح. موسم يعني ملتاح ببعض. متألحمة ببعض. مفيش شرحات. حتى النهاردة يعني زي ماك الناس بتقول اللي هي بحصل التشبع معها. التشبع ده مش تشبع بطولة تشبع حتى الزهني. إنك أنت بتنزل المباراة عندك المجدونة تتفكر بسرعة. ده بقاش موجود نظراً لضغط المباراة وكمل مباراة الكبير. كبير جداً ولازم اللعيب يفصل. لازم اللعيب ياخد راحة عشان يقدر يكمل. ده قرار من الكابتن الخطيب بصراحة حاجة رائعة جداً. إن اللعيبة دي. واللعيبة دي على فكرة قدت يعني شوفنا زياد طارق يعني حط جول حلو جداً المطش اللي فات. أحمد سيد غريب. لا يطلع لعيبة. لعيبة كويسة جداً ولو خدوا فرصة حيبقوا كويسين. مين يقدر يكمل ومين ما يكملش؟ مين يقدر روح أعاره ومين يقعد؟ ده شيء رائع من مجلس إدارة النادي الأهلي بقرارات كابتن محمود الخطيب بنشكره عليه. وده طبعاً هيدي فرصة للمنتخبات منتخب أولمبي 2001 مثلاً ليوم منتخب أولمبي. كل ده هنعكس على المنتخبات. وده شيء رائع وده شيء جميل كله هيستفيد. النادي الأهلي هيستفيد المنتخبات هيستفيد. كل الأندية في مصر هتستفيد إن اللعيبة تسوأر يتلعب وتاخد فرصة وشوف مين يقدر كامل ومين يقدر شيء كامل. واحد من اللعيبة اللي احنا بنقول رياحت تستحق الراحة. عشان ثلاث سنين يعني في المواسم على طول ضغط مباراة محمد الشناوي تمرنته كابتن هابي. طبعاً خمس سنين في النادي الأهلي طبعاً. وسأنا في حرس الحدود. حرس الحدود لما راح يا عارة حرس الحدود خمس سنين في قطاع النشي بالنادي الأهلي. صحيح. شفت المستوى العالي وصله محمد الشناوي والفترة الأخيرة هو يستحق الراحة. لازم يستحق الراحة. الزهن محتاج يرتاح شوية. لازم يفصل. لازم يفصل. الشناوي طبعاً من أحسن جنف أفريقيا وأحسن جنف مصر. خطوة برضو كويسة إنه هو لازم يريح. الحرس التاني علي لطفي أو مصطفى شبير أو حمزة لازم ياخده فرص ويلعبه. ده شيء رائع جميل جداً. وهم مش قليلين هم برضو حراس مرمى النادي الأهلي. حراس مرمى النادي الأهلي ده اسم يعني ليه شخصية وليه إنه يلعب. فطبعاً إن الشناوي ياخد راحة ويفصل فيها ويعيد حساباته من أول وجديد ده شيء جميل جداً وشيء رائع. وأنا يعني بحيي فيه النادي الأهلي الموقف ده إنه هم يدوله راحة. حيرجع النادي الشناوي بعد كده هيخش فيه منتخب في شهر تسعة. هيخش بقى بزهد صافي بحاجة تانية بمستوى تاني يقدر يعيد. منتوريا قد راحة كمان زي ما أنا قريت يعني. لعبت النادي الأهلي المعسكر اللي جاء المنتخب ده هو مجاس. طب كويس. ده برضو يعني نضل الاستشفاء يعني. ده حاجة جميلة جداً يعملوا الريكافرينج يعني. يفصلوا عن الكرة شوية. كل الكلام ده شيء رائع وحاجة صحية لأن. هيعود النافع على النادي الأهلي وانتخب مصر. إنك أنت تبقى على طول متلحم المواسم كلها متلحمة بعض. ده بيهلك اللعيب وإصابات كتير ومش يقدر يكمل. النادي الأهلي لازم اللعيبة دي ترتاح ليه. لأنه النادي الأهلي بيرعف في أفريقيا. بيرعف في كاس مصر. بيرعف في الدول. ويعني النادي الأهلي لازم ياخد البطولات دي. فاللعيبة لو ما ارتحتش. هيبقى في مشكلة بالنسبة لها. فأنتمنى طبعا التوفير للناس كلها يعني. في بداية الكلامة عن الكابتن ياهاب جلال. قلت واحد من أشطر المدربين. اللي واخد أعلى أشهداته الرخص. التدريبية طبعا. قل لي بقى الرخص اللي حصل عليك كابتن ياهاب. أنا حصل طبعا رخصة به من التحدي الألماني. تابع الفيفا. بالرخصة دي ممكن أبقى راجل محاضر. فطبعا كل ده واخدوا. خدت طبعا حاجات للحراس المرمى. حاجات اكسرا يعني. حاجات منفصلة جدا لحراس المرمى. كل ده واخدوا من ألمانيا. أنا ماخدش يعني. مش كتير من مصر حاجة واخدها. إنما واخد حاجات من طبعا التحدي الفريقي. طبعا زي ما حدتك قلت في الأول الكلام. كل الكلام ده. طبعا أما جيت أما خدت البي من ألمانيا. ما خدتش السي. لأن أنا لعب على مستوى عالي. لعبته منتخب مصر. فخدت البي على طول دخلوني بي. كنت باخد مع يواخم ليوف. مدارد منتخب ألمانيا. كانت ساعتها باخد مع يورجين كيلينسمان. كانت باخد معه. واحد من النجوم. أو نجوم من المتخب الألماني. طبعا كل دول كانوا بياخدوا معايا. مداربين كتير جدا في ألمانيا دلوقتي. كانوا بياخدوا معايا. طبعا أنا أقيفة. واخدها طبعا أقيفة. طبعا التحدي الأوروبي. كانوا بي كويس دروقتي ولا ايه؟ طبعا. طبعا شوية. انت عارف طبعا كل عاجب. طبعا. عبقاري في الألماني. حبيبك يا سامي حبيب. طبعا الحاجات الشهادات. دلوقتي برضو رسالة لك للمداربين. اللي بتبتدي مشوار التدريب. انت ماشاء الله. ليك باع كبير جدا. بيجي واحد يبطل كورة بالخبرات اللي عنده. هل دي ينفع؟ ولا النهار ده لازم يسكل الكلام ده. بالخبرات والرخص التدريبية. والدراسات والكلام ده كله. بستكرة يا سامي. من غير دراسة. مش هتعمل حاجة. من غير تدرس. من غير تشوف. من غير تتطلع. وكل يوم فيه. انت حضرتك طبعا عارف. ان كل يوم في التدريب. والحاجات دي كلها فيها تغيرات كتير جدا. كل يوم. كل يوم. لو انت مش متطلع. وانت ما بتشوفش. وانت ما مش. يعني لازم تدور. لازم تدور. يعني الحمد لله. اللي بينفعني في الموضوع التطوير والحاجات دي. غير ان انا بشوف وبقرأ وكده. ان انا لازم. بعد كل سنتين لازم اروح اجدد الرخصة. فباخد الجديد. يعني لازم تسافر المانيا. لازم اجدد الرخصة. يعني الرخصة بتاعتي اخرها 22. 12-22. لازم اروح اجددها. فلازم اروح اجدد. فباخد الجديد. بعد حوالي اسبوع هناك. او خمس ست ايام او خمس ايام تقريبا. باخد الجديد. ده مهم جدا. وده معمول جدا في غروب. هنا في مصر المدرب اللي مش هيتطلع ومش هيتشوف. يعني مثلا انا بطل انا رغل نجم. وبطلت. ممسكتش على طول حاجة كبيرة. ما ينفعش. هنا في مصر ماشي من غير نخص. كله عشان كده بتسحب منه. ما فيش نخص اخد السحب اصلا. بالضبط كده. لا والله اكتل وسامة. لازم بصراحة. انت راجل. لك اسم كبير وبطلت. لازم اضرب. لازم اضرب. اولاد صغيرين. لازم اخد خبرات. لازم ادور. لازم اخد الرخص. لازم اشوف. الحاجات دي مهمة جدا. عشان اكون مدرب كويس. الحمد لله اللي نفعني. ان انا خدت الموضوع من الصغير. من بداية. لغاية الدرجة. لغاية دربت المنتخبات. ودربت في الدورة الممتاز. دي كل دي حاجات خبرات. وغير ان انا بطلع وبشوف. وبقرى كتير. فده اللي هتخليك تبقى مدرب كويس. ان شاء الله. فالحمد لله. اخيرا كابتن اهاب. عشان وقتنا. طموح بقى كابتن اهاب جلال. على المستوى الشخصي. وطموح كنتو كجهاز فني. مع المنتخب. خاصة انت البطولة الأمم الأفريقية. على ملعبنا. عندكو جيل رائع. طموح كنتو كجهاز. طموحنا ان احنا طبعا. نستمر في تطور اللعيبة اللي معانا. ان احنا بطولة أمم أفريقيا اللي موجودة في مصر. لازم ان شاء الله ناخدها. عشان نروح كاس عالم. يكون عندكو استعداد مباريات دولية قبل البطولة. ان شاء الله. في مباريات أفريقية هتجي لتلعبنا هنا. في مباريات أوروبية هتلعبها برضو. يعني كل ده في البلان بتاعنا. ان شاء الله. يعني ده الطموح بتاعنا ان احنا نوصل لكاس العالم. ده مهم جدا. وانطور في اللعيبة. واللعيبة تستمر انها تبقى على مستوى اللي هم الناس شافته. في بطولة أفريقيا. ده المهم جدا. على الوضع الشخصي طبعا اتمنى التوفيق. وربنا يكرمني طبعا ان انا اكمل. واتمنى طبعا ان انا اخد اعلى حاجة. يعني ان شاء الله. يعني الوضع الشخصي ما بيختلفش كتير عن المنتخب مصري. يعني ان انا نكون مدرب ليه اسمه. وليه وضعه. اسمك وتاريخك ودرب كبيرة. واضافة لأي مكان تشتغل فيه صراحة. اشكرك بالزوء. طبعا. بس في حاجة بس عايزة اشكر. بس الجهاز الطب للمنتخب. لانه كان ديه بصمة كبيرة جدا. كان الريكافرينج والتدليك. وكل ده والمساج والحاجات دي كلها. كانوا تعبوا فيه جدا. مضغوطة. مضغوطة جدا. يعني الدكتور هاجد العنتابلي. طبيب الفريق. كابتن ناصر هاريدي. الكابتن احمد ممدوح. والله بجد الناس ديه عملت شغل. يعني فوق طاقتهم وفوق. يعني الشغل اللي عملوه يكمل الجهاز الفني. يعني لو انت كجهاز فني شغال كويس. والناس ديه أثرت في شغلها. حيأثر على شغلها. كلكم مجموعة واحدة. فمجموعة واحدة انا بشكرهم جدا. الناس ديه بصراحة تعبد جدا. الناس ديه. انا خدت بشوفها 24 ساعة بيلفوا على القوض. وبيلفوا على اللعيبة. ان هم يكونوا مرتاحين لدرغة كبيرة. فالحمد لله. وبشكر طبعا جهاز الفني كله طبعا. شرفتنا ونورتنا كابتن هاب. ان شاء الله المرة جاءنا صديفك بقى. وانت واخد بطولة افريقيا. والجيل ده وصل كاس عالم ان شاء الله. انا سعيد انها معك طبعا انت صحبي وصديقي. اتمنى التوفيق ديك يعني. ان شاء الله. اشكرك كابتن هاب. اشكر ضيفك كابتن هاب جلال مدرب حراس. مرمى منتخب مصر. ابن اتمنى له ان شاء الله كل توفيق هو. وجاز الفني منتخب مصر للشباب. ان فعلا عندنا جيل قادر. ان شاء الله يوصل كاس عالم يفرح المصريين كلهم. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وكده وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة. تشوف حضراتكم لسبوع القادم. وحلقة جديدة من الاشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.